السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة الدعم مدرسي مرحبا بكم اليوم سيكون لدينا درس اخر من دروس المستوى الثاني ايدادي بالنسبة لمادة الرياضيات وهو تخيانجل يعني المثالة قائمة الزاوية والدائرة مبارهنة تيوريم دو بيتاغور وغنشوفه في نفس الوقت كوسيونيوس دان نونجل ايجو هادو يعني اشياء جديدة عليكم ولكن نراها بسيطة كل حاجة غنخدموها إلا وغنخدمو معها وحد تمرين تطبيقي باش نطبقو هادو القواعد لان القواعد في الهندسة كتفهموهم ولكن التطبيق باش تدير هي فينكا تجيك صعيبة اذا غنخدمو كل قاعدة غنديرو لها التطبيق الفعلي اديالها يعني كيفاش نديرو في هذا الدرس هذا نبدو على بركة سيلة بالتريانجل غيكتانجل يعني المثالة القائمة زاوية والدائرة ايجنو علاقة المثالة القائمة بالدائرة ايجنو علاقة المثالة ايجنو علاقة المثالة القائمة الزاوية ها هو هذا هذا هو هو الوطر اشنو كتقول هاد القاعدة قالك اذا كان عندي واحد المثالة اذا كان واحد المثالة قائمة الزاوية اذا راه محاط انسكري محاط بواحد دائرة القطر ديالها هو الوطر دياله وكتقول القاعدة يعني ان كل متالة محاط بنصف دائرة فهو متالة قائمة الزاوية اذا هادية الخاصية العكسية ايجنو إذا متالة قائمة الزاوية اذا كان سنجو انه محاط بدائرة القطر ديالها هو الوطر دياله اذا كان القطر دياله اشن هي الناتيجة اذا كان الوطر فالمنتصف دياله النص دياله راه هو الشعاع ديال هاد دائرة سي A B C ان تخيانجل ريكتانجل او A اي M لميليو دي B C وكانت ام هي المنتصف ديال B C ديال لبوتينيوز اذا نشغل سنجو ان نسنجو ان M C يوساوي M بي علاج لان هذا اصلا نقولنا واتر صافي ونص اما شي واتر عفوان هذا ديامتر قطر والمنتصف ديال القطر راه هو الشعاع اذا M B كتساوي M C وآتا هي نقطة تنتمي الى الدائرة اذا M A تهورة شعاع وبتالي كنسنجو ان M C كتساوي M B كتساوي M A هذه هي النتيجة اللي كنسنجو منك يكون عندي متلات قائم الزاوية وام المنتصف ديال الوطر دياله اذا كان عندي متلات قائم الزاوية ام منتصف الوطر دياله فانه يبعد بنفس المسافة عن رؤوس هاد المتلات هذا M A كتساوي M C كتساوي M B اذا هدي هي الخاصية المباشرة غنديرو لها واحد يعني لابليكاسيون دياله سوا A B C ان تخيانجل ريكتانجل او A جالك ليكون عندي واحد متلات A B C قائم زاوية في A بحيط B C 8 سنتيمتر او لمليو دياله B C و او هو المنتصف دياله B C يعني الهيبوتينيوز يعني الوطر تخاسي لفيجور كأول سؤال رسمني الشكل تانيا منتخي ك A E C اتا ان تخيانجل بيين ان المتلات A E C متلات متساوي الاضلاء متساوي الساقين عفوان ايزوسيل دي دويغ لالانجور E A ونسنجو المسافة E A اذا غرسم اول حاجة المتلات المتساوي الساقين عفوان القائم زاوية في A و اللي عنده في الوطر الهيالو 8 سنتيمتر اذا في الول بعد غرسم الاضلاء المحادية للزاوية القائمة ما محديشنا المسافة إذا نحن سوف نحن سوف نحن على حساب هذا الوطر سوف نحاول نصيبه هنا قائم الزاوية لأن المسلس هنا ما يجيش عددو ذا الراس نشان باش يصيب لنا نديره بحركة واخ إذا ها 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 نحن ها نحن إنه ها أصلاح علامات أه هو المليو ديال باسي لان نضيف نقطة باكد الكوداج كلمة العلامات أصلاح 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 نحن نرى أن نتخاص يجب أن نبينه أنه قائم متساوي الساقين يعني أسي كتساوي أسي إحنا شنو شفنا شنو ملي كيكون عندي متلة قائم الزاوية و أم منتصف بسي الواتر فإنا أم أ كتساوي أم ب كتساوي أم سي وبما أن أم أ كتساوي أم ب إذا نرى هذا متلة متساوي الأضلاع رأسه أم إذا كيف أشغان نكتبه أنا؟ من اللي نجي نبري نعبر يعني في الجواب ديالي و ندير هذي كلا ديمونسترسيون أشغان نكتبه أنا لتخيانجل ABC أي ريكتانجل O1 كنأتوه المعطيات في الولف الديمونسترسيون دائما كنقوله أنا عندنا هاشنو عندنا هاشنو عندنا هاشنو عندنا إذا كانت عندي شي قاعدة كنذكرها دائما كنحط الخلاصة ديال هذيك القاعدة و كنلقى الجواب إذا أول حاجة أنا أنا لتخيانجل A B C E ريكتانجل O A غنطبق هادشي اللي تقالينا في الخاصية سافي؟ إلا كان عندي قالك إلا كان عندك متلات قائم الزاوية و الآن منتصف ديال الواتر ريالو إذا هادشي علش كنقلب أنا؟ إذا أنا الغنجل أبسي 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 بي سيديو ايجان المطعيات اللى غيري وصلون الى هذه النتيجة هم الى اللى ما المطعيات لديون تلك النتيجة. ايه المالى مليو. المالى يو بس نبو تينيز بي سيا منتصف الواتر ديالو بي سيدان. إذن دنك إذن ولا دَبَّرَي هاد لَبِّ bib reveals دِي ركت ولا حساب الخاصية المباشيرة أشنو عنا أَ أَ هادو كلوم تقايسين أَ a كتساوي أَ b كتساوي أَ s دو ومن هو دو لتريونجل ولا أَ 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 ك إيدان تريونجل إيزوسيل أَ أَ إيدان تريانجل إيزوسيل أ وانا جوت إذا نعطي المعطايات اللي كتوصلني للنتيجة وكنستنتج هذه الطريقة يعني في الأسئلة بين أنه متتوسقين بهالطريقة هذا بغنمشي والخاصية العكسية بوبيتين غيسي بروك يعني العكسية أشك تقول يعني هنا نطالقنا من متلط متساوي القائم الزاوية ولقينا في شي خاصية ده بغنمشي بالعكس غنمشي من الخاصية بشلقوا أنه بأنه متلط قائم الزاوية هذه الخاصية العكسية يعني عندي هاد المعطايات عندي هاد المعطايات سواء اللولين ولا هادي ونبين أنه متلت قائم الزاوية هذه الخاصية نقصده بالخاصية العكسية هنا إذا كان عندي متلت محاط بدائرة القطر دائرة هو أحد الأضلع دي المتلت إذن فهذه المتلت قائم الزاوية هذه هي العكسية قلنا أنه كان متلت قائم الزاوية فإنه محاط بدائرة القطر ديالة هو لبوتينيز ديال هذك المتلت أو الوطر إذا بحنا ما عرفنا بغينا نبينه أنه قائم الزاوية إذن في حالة ما إذا كان عندي متلت محاط يعني رؤوسه تابعة للدائرة أو لنصف دائرة هذا المتلت محاط يعني بنصف دائرة أو لنصف دائرة بالنفس الشي إذا كان عندي متلت محاط بدائرة وأحد أضلاعي هو قطر هذك الدائرة فإنه قائم الزاوية ألوغسو تخيانجل إه غيكتانجل وكنتيجة اللي غن خرجو من هاد الغيسيب بحوك هذي هو سي أب بي سي إتام تخيانجل إذا كان عندي وحد أب بي سي تخيانجل باقي إحنا ما عارفينو شوش قائم الزاوية أم لميليو دي بي سي و أم منتصف دي بي سي دي الوحد من الأضلاع ديالو وعننا كذلك ولكن عندنا أم أ يساوي أم بي يساوي أم سي ألوغ لتخيانجل أب بي سي إيه غيكتانجل أم أ أشكتعني أم أ تتسوي أم بي تتسوي أم سي يعني أم هو المركز ليل الدائرة اللي المحيطة بأب بي سي لأن هذا شعاع وهذا شعاع وهذا شعاع هاد شي اللي قلنا هنا صفي إذن هادي هي الخاصية العكسية إذن غنطالقوا من هاش عاطينا هما أب بي سي تخيانجل هادو ما الموطيات اللي خاصوم يكونوا عندك ما اللي يتبغي تدير تبرهن بالخاصية العكسية خاص يكون عندك أب بي سي تخيانجل أول حاجي يكون عندك أحد المتلات ويكون عندك أم الميليو ديال بي سي ديال هادوك اللي غيكون الواتر صفي ولكن إلا عاطينك في المعطيات كذلك أن أم أ يساوي أم سي يساوي أم بي أشغل تستنتج في الأخر غتستنتج أنه متلات قائم الزاوية صفي إذن هادي هي القاعدة العكسية هنغن ديرو دابة تطبيق ديالها باش نزيدو الفهم إذا هدو والإغزرسس ديال لأملكاشن سواء أم بي ام ترينغل إيزو سي أم waters يسواء أم أم لاء محسن عاطينه أم بي أن ترينغل إيزو سي أم قائم الزاوية في أم احنا غادي نرسمو او بقائم الزاوية مدرجة 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 المدرجة سوى أنه سوىoffsار رجعنا ليه سوى السوى اللعب بالنقام Gill فى الشانسان سوى سي énerves режим أداول الإكان حتس نسب Elizabeth قريبا من ألف أحضر قريبا تصحيب سيمتراك ترجمة التجهد تصحيب أم في القطعه أبسي و سيقوم بإمكانك قائم الزاوية يجب أن يكون قائم الزاوية في أبسي أبسي تترك أنه يستطيع أن يكون قائم الزاوية يجب أن يكون لدينا يجب أن يكون لدينا أولاً منتصف الواتر لأن السيمتريك تكون عندهم نفس المسافة حاجة أخرى يكون عندي mA يساوي mB يساوي mC و أنا عندي eA يساوي eB لأنه إزوسيل و eA يساوي eC لأن c هي السيمتريك إذن أنا وفرت الحويج يجعلني نخدم بالخاصية العكسية و نبين أن هاداك المثالات قائمة الزاوية مفهم؟ إذن بحلقة غادي نخدم دابع غادي نجيو ريداكسين ديال هادا 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 الفيگور دابع غا نجيو لرقم جوج أنا شنو عندي؟ أنا لتريانجل لتريانجل A E B e تريانجل معطايات اللي عندي إذن تريانجل إزوسيل en E في E دنك أشكي إعطاني هادل سنتاج ولا ألوخ E A يساوي E بيساقين ديالوم تقايصين وشنو عنا أخر؟ أشكي إعطاني هاد secondly أشكي إعطينا هاد المنتصف كما قلقكم والمنتصف دياله المنتصف ديال هذا ديال كوته A C والمنتصف دياله كوته A C كوته A C المنتصف A C انا بديت كن جمه المنتصف الخاصية ادن A E أش كتساوي كتساوي E C ادن A E كتساوي E C انا جمعت الحاجة اللولى وها الحاجة التانية ادن E A كتساوي E B ولقيت ان A E اللي هي E A ترى غير يعني وخنقلبه مشي مشكل كي يساوي E C ادن من هادي ومن هادي شغنستنتج ادن A كتساوي E B كتساوي E C إذا جمعت هادي جمعت عندي هاد الولا A مليو هنا E هي المليو ولقيت ان هادو متقايصين إذا فهذا سيتان تخيانج الغيكتانج لعليش لأنه غالق في الأخر مو عافون مو مو حاط بالدائرة التي مركزها E يعني E B شغع و E A شغع و E C شغع إذا 2 1 2 من خلال 1 و 2 نستنتج 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 النهائي يعني هذه المعطيات اللي كتبناهم بحلقة كنجمعوهم كنجمعوهم بهالطريقة هادي كنقول Dans le triangle هنا نكتب مباشرة Dans le triangle ABC et rectangle en B نقدر مباشرة هنا لأن بينت منتصف وبينت أن E A تساوي E C ولكن كنزيد ننظم شغلي باش كنبيين لأستاذ يعني راني فاهم دان le triangle A B C عندنا كنجمع جوج معطيات باش نبيين أنه triangle rectangle A C وعندي E A كتساوي E B كتساوي E C حد هم ما جوج عناصر لي خسني جميع باش نبيين أنه هذا متلت قائم الزاوية خلال إذا إذا لدينا أي هم سيكون قائم الزاوية في الزاوية المقابلة للضلع ونضم الزاوية المتلح نقوم بإعادة المقابلة للضلع ثلاثة تيوريم دي بيتاغور ثلاثة تيوريم دي بيتاغور مبارهنة فيتاغورس تسمح لنا أن نحسب الأطوال دي المثالة القائمة الزاوية مبارهنة فيتاغورس بمربع زائد السي مربع يساوي لنا بسي مربع هاتشي اللي كتقول قاعدة بالفرنسية تنقولو تسي ان تخيانجل يعني اي ريكتانجل لكا غي ديالش ديال اللونجور ديالبو تينيوس يعني المربع ديالطول ديالو يساوي المربع ديالش يؤية لاش الاصم ديكاري تيساوي المجموع المربع الديالش ديالانجل ديالانجل damische ديالبو تينيوس ديالله قاعدة بالفرنسية تينيوس ديالانجل كتاوي المربع ديالله قاعدة هذا هو أولاً كوتتة و الأولاً كوتتة و الأولاً كوتتة إذا جمعناهم بجوج المربع و هذا يحدث المربع الواتر المربع السفر المربع 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 المدحة الزاوية القائمة اضلاع الزاوية القائمة 1 بمربع اضلاع 1 بمربع اضلاع اضلاع من القاعدة سواء اضلاع 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 مربع اضلاع ثانا كما نشوفو في الحل دي المعادلات وراء الدرس دي المعادلات كي نحتف تانية يدا دي غنحطو لكم إن شاء الله كتساوي ببسي مربع ناقص أسي مربع و أسي مربع كتساوي ببسي مربع إذن هادي غتجي للجهة الخراب ناقص ناقص أبب مربع إذن هادي كنتيجة لهذا العلاقة هذا كملاحظة التيوريم ديرك دي بيتاغور سير أكالكولي ليلانغر يعني أنه كما قلت لكم هاد المبارهانة ديال فيتاغور سكتليق باشكتحسب ليلانغر الأطوال ديال المثالات القائم الزاوي نحن ندو على تخيانجل غيكتانجل سريعة باش ندوزو الكوسينيوس سا هو إذن بداية ديال الحساب المثالاتي دابغت شوف الكوسينيوس من بعد السينيوس من بعد تانجنت إذن مجموعة ديال الأشياء اللي عندها علاقة بالحساب يسمى الحساب المثالاتي EFG تخيانجل غيكتانجل أو EFG تخيانجل غيكتانجل تلك بحيث EG 4 سنتيمتر أو FG 5 سنتيمتر إذن التخيانجل EFG و حسب مبارهنة فيطا غورس فإن تقضينا أف مربع زائد أج مربع أف ج مربع أنا بغيت أف مربع إذن ندوز أج جهة أخرى بالإشارة ناقص فج 5 مربع فج 4 مربع فج 25 مربع فج 16 فج 16 فج 18 مربع فج 29 جدر فج 3 جدر إذا كنت تتعرف الجدر المربع المربع يطير الجدر تقرأ الأعداد الجدر تقرأ الأعداد الجدر لا يكون مربع كامل تقرأ الأعداد الجدر تقرأ الأعداد الجدر تقرأ الأعداد الجدر عن مربعك يطير الجدر 3 سنتيمتر هذه هي مبارهنة فيتاغورس بكل بساطة الكوسينيوس هو واحد القاعدة تحفظها باش تطبقها لديه الكوسينيوس لديه واحد الزاوية ونعرفوا بعدها اشنو كان قصده الكوسينيوس اذا عنده علاقة بالزاوية نتبق معي الكوسينيوس هو واحد الخارج واحد ضلع ونحن في المثلث في المثلث والاقسينيوس والاقسين وهو الخارج كوتي الين والاقسينيوس لديه زاوية لديه هذا الزاوية الحادة لديه المثلث الزاوية مثلاً يمكن أن تكون حالة كيف سيخبرك الكوسينيوس اسمتع في العربية سيستمر بطريق بطريق أثناء الكوسينيوس إذن كل آخر ايجاركم طبيعة لا يكون لديه واحدة مثلا هذه المثالة هو قائم الزاوية كوسينيوس طول الضلع المحادي طول الضلع المحادي الزاوية على الواتر مثلا نشوف معي هنا سوى ABC أو A الكوسينيوس ديال ABC ممكن نكتفى غير B يعني الزاوية B والكوسينيوس ديال AC يعني ديال الزاوية C شو نوضل عن المحادي هو A C والواتر هو B C إذا بحالكة كيكون بسميته تنحسبو الكوسينيوس ديال الشي زاوية قلنا التفصيل و تمارين تطبيقية غنديروه ان شاء الله في فيديو خاص نعطيكم دا بالأمحا علي باش ما يطوالش الفيديو غالك واحد الخاصية CX و إذا بحالك حالك X هو قياس ديال واحد الزاوية حادة في واحد الو تخيانجل غيكتانجل إذا القياس ديال فطبيع الحال من صفر و 90 فهي زاوية حادة دائما الزاويتين الأخرين في المثالة القائمة الزاوية كيكونوا زاويتان حادتان المجموع ديالهم كيكون 90 دراجة تسعين زاوية تسعين مية وثمانين هي مجموع زاوية المثالة دكشير الدروس ديال الرياضيات متشابكة مع بعضيات ما ممكنش نفرقو حاجة على حاجة بكل شي متداخل مش بحال الفيزيك مش بحال السيانس إيا دكشي قدحتاجوه و يقدر العمجة يقدر السنكة و الكلمات متسلسل ميمكنش تقول ما فهمت واحد درس و تزيد دخول في واحد درس دائما ديال الزاوية و تحسبوه و تلقاه محصور بين صيفر واحد غنعطيكم دابة واحد لابليكاسيون ضغيه انه هادي فيها 4 وهادي فيها 3 وهادي فيها 5 حسب لي الكوس كوس 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 ضرع كي يكون هو الكبير فيهم في القياس بالنسبة للمسالة القائمة الزاوية إذا دائماً سيكون هذا الجوج صغر من الليبوتينيوز وبالتالي دائماً سيكون محصور بين صيفر واحد يعني سيكون أصغر من واحد بطبيعة الحال إذا ما نحسب الربعة على خمسة سيعطيني صيفر فاصيلة ثمانية وهي أصغر من واحد سنحسبه القوس ديال الزاوية السي أو ممكن تكسبها القوس ديال الزاوية السي بي إذا ما أنقلنا ثم ممكن تكسبها بالرأس دية ليالها فقط باش ما كاددوغش هي سلجانة نيشات كادم هي داهما هذا هو القوتة الاجتسان تعادل على البوتينيوس خمسة ودائماً ستكلم صغر من واحد ستكلم صفر فاصيلة 6 لأن الواترك يكون هو كالطيственный الزاوية الزاوية قائمة إذا كانت تمنعنا سيكون صافت هيا الذي أرصيص سوف نفصل لكم كوسينيوس لانه فيها تمارين او سوف نتعمق فيه من خلال ثلاثل التمارين على حسب الوقت ان شاء الله سوف يكون عندي دروس بساط حفظوا هاداك الدمونسراسيون سوف نتبتوا هاد الأمور في السرية وفي الفورو